من الواقع المأسوي الحقيقي إلى الفضاء الافتراضي المعروف باسم التواصل الاجتماعي يلجأ الشباب العربي عامة والعراقي خاصة هربا من ضغوطات الواقع وظروف الحياة القاسية فعندما يجد الشباب العراقي أفاق المستقبل مسدودة بغيوم الفساد الحكومي في ظل الحاضر السياسي والاجتماعي والاقتصادي المضطرب يكثرون من استخدام مواقع التواصل علها تكون متنفسا للتعبير عما يجلوا في خواطرهم تأثير السلبي أنه يسبب أهمال بالدراسة، خمول علمي أكيد وزيادة الكثرة على التواظب على مواقع التواصل الاجتماعي لنتب صورة عامة راح يأثر على الطالب الدراسة وبالرغم من الفوائد التي جلبتها هذه الوسائل من تقريبا للمسافات وتوسيع منابع المعلومة إلا أنها تحمل مخاطر كثيرة تتجلى في تجريد الشباب من الوعي المجتمعي وتؤدي إلى ترهل الفكر وربما تتعداها إلى تسميم الفكر عبر تسمم منابعه 80% من الطلاب استخدامهم أو أكثر من 80% استخدامهم خاطئ لأن يقلل من المستوى الدراسي وهذا التحفيز لازم يكون الأهل والمجتمع الدائر مدائرة يحفزه لاستخدام الصحيح وأكثر الضحايا للاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل هم الطلاب لما له من تأثير مباشر على تراجع مستوهم الدراسي وتحصيلهم العلمي ويرى بعض الشباب أنه لم يعد بالإمكان الانفكاك عن هذا العالم نظرا لحاجتهم لمواكبة كل ما هو جديد صار عندنا استخدام خاطئ للتواصل الاجتماعي للسوشال ميديا لبقية البرامج نستخدمها بمجرحة الصحيح هي رح تأخذ حيز كبير من حياتنا ومفيد بس المشكلة صار عندنا فراط بالاستعمال وبكل الأحوال تبقى وسائل التواصل سلاحا ذا حدين جارح إذا وصل إلى مرحلة الإدمان وحد آخر مفيد إذا استخدمه في ظل وجود برامج توعية وإرشاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر